على اقتحام جديد كان المسجد الأقصى المبارك حاضرا بعد تسلل أكثر من 300 مستوطنا إلى باحته من باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال هذه المجموعات أدت تقوصا تلمودية وصلوات في جنبات الحرم القدسي في مشهد استفزازي أثار حفيظة الفلسطينيين الذين عرقل الاحتلال وصولهم لمسجدهم لتوفير الأجواء للمستوطنين في وقت دعت فيه الجمعيات الاستيطانية لتكثيف الاقتحامات الاقتحامات هذه التي تأتي بحق المسجد الأقصى الهدف منها تكريس التقسيمين الزماني والمكاني بالإضافة إلى العمل على إيجاد حياة قدسية يهودية في المسجد الأقصى عبر استهداف باب الإصباط بالإغلاقات المتكررة ومنع المسلمين من الدخول لأداة الصلاة من بوابة باب الإصباط بالإضافة لإستهداف باب الرحمة ومحاولة السيطرة عليه وضمن سياسة حكومة الاحتلال الرامية لتعزيز الاستيطان صادقت على إقامة مستوطنة رامات أربيل قرب قرية عيلبون في الجليل بهدف تهويد المنطقة وتعزيز وجود المستوطنين عبر بناء ألاف الوحدات الجديدة لإطفاء طبع جديد غريب عن المكان اليوم في إسرائيل أكثر حكومة فاشية وعنصرية في تاريخ المنطقة وهذه الحكومة لن تردع بالكلام ولا بالبيانات ستردع فقط بالمقاومة وبالكفاح وبفرض العقوبات والمقاطعة عليها أما مسلسل الاعتقالات وسياسة الباب الدوار ظلت حاضرة باعتقال قوات الاحتلال سبعة عشر شابا يدعي بأنهم مطلوبون له وهي رواية زائفة وكأن حكومة الاحتلال ترى نفسها فوق القانون والشرعة الدولية ويبدو ذلك جليا بأفعالها على الأرض مما ينهي أي حديث عن حل الدولتين أو تسوية سياسية أو أي اتفاقات مرحلية أو مستقبلية فالح نصير فالح تلفزيون دولة الكويت الأراضي الفلسطينية المحتلة ترجمة نانسي قنقر